يأرق في الليل أو يتقلب في الليل هذا حديث من تعار من الليل تقلب من الليل واحد تقلب استيقظ من الليل وتقلب أو قلق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته ذكر عظيم بس يحتاج إلى إيش يعني حفظ إنه واحد يحفظون أنه في طول من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي أو دعا أي دعا طيب شوف يعني سبع فقرات تقريبا سبع فقرات تهليل الطويلة كيف واحد يحفظه عندنا التهليل الطويلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه واحدة الحمد لله وسبحان الله لا إله إلا الله تهليل القصير والله أكبر هذه صاروا كم ست عبارات طيب التهليل الطويلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا هو الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تهليل الطويلة واحد الحمد لله اثنين سبحان الله ثلاثة لا إله إلا الله هذه التهليل القصيرة أربعة والله أكبر خمسة لا حول ولا قوة إلا بالله ستة اللهم اغفر لي أو دعا أي دعا ثاني سبعة سبع فقرات إذا واحد قلق من الليل تعار من الليل انتبه من النوم تقلب في الفراش له فضل عظيم وإذا دعا قبل دعا وإذا تصلى قبل صلاته هذا ورد في الحديث الصحيح كما قلنا فإذا هكذا خلاص أنت الآن تصورت المسألة عندك سبع فقرات صحيح